هيا تشربها هيا تشربها انا هاكل منها عشان همشي اول ما تحدى انا عايزة بقى جباية هلا انا ملاحظة الصينية على حجربك انا ملاحظة الصينية انا ملاحظة الصينية انا ملاحظة الصينية انا ملاحظة الصينية هيا تشربها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله ازايكو يا رب تكونوا بخير النهاردة روتين كوي جدا جدا النهاردة بقى هعزم اهل جوزي فطبعا صحية بدري كنت فرحونة جدا طبعا وبعد كده بقى قلت اول حاجة هبدأ بيه ان انا انزل السوق اشتري الحاجة اللي نقصاني وبعد كده اطلع بقى الشقة لو لقيت فيه أي حاجة في البيت محتاج أنها تتعامل الأول حاجة بعملها وبعد كده بدخل بقى على المبخ لأنه أنتوا عارفين بندخل بقى المبخ بنغرق جوا فنزلت السوق جبت كم حاجة كيكة نقصاني طبعا كنت جايبة حاجات قبل رمضان وكملت عليها النهاردة فقلت قبل ما دخل المبخ وقبل ما خش بقى ابتدي في الأكل والكلام ده كله شفت الشقة كده لقيتها كلها نظيفة معادة بس قلت الأطفال عايزة بس تتغير كده الميلايات بتاعتها وقلت كنس كابل ما كانت ناسة مطرح طبعا ما كان الأولاد بقى قاعدين ونايمين وكنا بالليب نتسحر هنا فقلت كده أرتبها ونظفها وبعد كده أدخل بقى مبخي برحتي فلقيت بصراحة الميلايات زي ما انتوا شايفين كامش نظيفة فهشلها دلوقتي وهفرش ميلايات غيرها تكون بقى كده نظيفة وتكون حلوة بحب جدا جدا لما كون عزمة حد عندي أنفض الشقة قبلها بيوم أرتبها يعني ولو عايزة مثلا حاجة تتغير زي كده أعملها ميلايات تتغير أعمل طبعا الحمام أخسره كويس جدا يعني برحب كده أنظف الشقة عشان طبعا جايلك ديوف والكلام ده كله فأنا مبارح زي ما قطركم لقيت الشقة بتاعتين دي فأم فيش فيها حاجة فعن كل اللي عملته النهاردة بس أن أنا غيرت الميلايات بتاعت قطت الأطفال بس حتى قطت النوم كنت لسه مغيروها والحمام برضو عملته بس ما صورتوش معاكم فأنا كده عملت الحاجة اللي في الشقة بتاعت وهكنو سعي قطت بالمكنسة وكده عندي برضو دور غسيل لميته من البلكونة وطبقته وشيلته ما بحبش برضو يكون فيه غسيل منشور أو فيه غسيل في الحمام أو الكلام ده كله لأ بحبي برضو قدني كده عندي ريئة عشان برضو لو حد مثلا دخل البلكونة مايبقاش فيه غسيل منشور بتاعي أو كده لأ بحب كده أن أنا مايبقاش فيه أي حاجة برضو موجودة خالص في الشقة يعني من الكلام ده فبنفض وبعمل وبرتب شقتي قبل أي حاجة وبعد كده طبعا بزبط بقى الأكل بتاعي وبجاهز بقى أنا هعمل إيه أنا مجهزة العزمة دي يعتبر كاف دماغي من قبل رمضان من قبل رمضان لو تفتكره نزلت وجبت سمك وشيلته في الفريزر شيلت اللي هو ينفعه تشال والباقي جبته النهاردة يعني البولتي لازم تجيبيه النهاردة ماينفعش تجيبيه وتشوفي الفريزر مثلا الماكريل إذا أنا جايباه ده برضو جبته النهاردة هو كاكده أصلا بيكون مجمد تقريبا المهم كان بقى النهاردة السمك الماكريل بـ 47 جنيه كيلو والبولتي بـ 45 جنيه أنا برضو شايفغلي الصراحة شوية بس يعني ما جاتش عليه كل حاجة بقت غالية المهم كان جبت السمك ده النهاردة طازة أو الصابح يعني وطلعت طبعا السمك بقى اللي كان في الفريزر اللي هو الماكارونا واللي هو المورجان والجنبري هخسرهم طبعا بقى غسلة كويسة جدا جدا وبرضو هنظف السمك تاني وعيد كده عليه لأنه هو بيكون منظفه بصراحة بس طبعا بيكون بقى في بواء دم والكلام ده كله لازم يتغسر برضو مرة واثنين وبعد كده يتنقع بقى في دقيق وشوية تخلي صغيرون قوي عشان الخلي بيخلي السمك يتهري فما تقطريش قوي من الخل تمام كده هعمل قدل الوقت كده أنا غسلته كويس قوي وبعد كده هحطت بقى شوية دقيق وشوية تخلي بس مش عارفة الخلي مجالش معايك وليه المم حطيت بس مش كتير يعني حبة صغيرة قوي زي ما قلتلكم لأن الخلي بيضيع أو رحت الزفارة بس برضو لو سبتي كتير بيخلي اللحم بتاعي السمك كده يكون مهري هبدأ أبقى كده أنا أزدل بقى سمكية سمكية بعد ما اشتفها تاني مرة واثنين وثلاثة وحطها في المية اللي أنا عملتها معايك وزي طبعا بيكون منظفه فبيسهل عليك طبعا كتير هو البلت عمتا بتنظف كده كده فيه ناس بقى بتنظف الماكرونة برضو بره وفيه ناس لأ أنا بصراحة ما اشتريته كان متنظف ده برضو المرفض ان هو كان منظفولي وكان شايل الراز بتاعته بس روحت لقيت بقى سمكتين فيهم لسه الحاجة بتاعتها من جوه فقلت يلا مش مشكلة بقى بس هو كان فتح السمكة فهخسرها كويس جدا طبعا برضو السمك ده بيكون مجمد كده فهخسره كويس قوي بس الأول هسيبه فيه شايات مية عشان عارف ان انا اخسره كويس قوي بس وهنقعه وقف برضو في القيق وشوية خلي كيه صغيرين وخلاص على كده طبعا السمك اللي أنا شاريه في الفريزر ما كانش مخصول انت لما تجي تشيري السمك في الفريزر زي ما قلتلكو في الفيديو اللي أنا جبتي فيه السمك ما بيتشلش مخصول عشان المية بتخلي السمك زي ما قلتلكو بينعم بتنعم وبتبقاش يعني فالأفضل ان احنا يعني ايه نسبها كده تجي بيها وتشيريها عطول في الفريزر وقت ما تيجي تستعملي بقى يخسلي هيتطلع معاك بقى زي الفل دلوقتي بستو بقى هجيب كده السمك برضو هشيل كافي حاجات بيتبقى زيادة شوية في الراس بتاعت السمك برضو هشيلها يا كمان عشان ما بتبقاش حلوة طبعا مش بتتاكل وبتعمل كمان راحة مش حلوة فكده بتبقى افضل بكتير يعني هخسلهم بقى غسلة تالي كويس قوي قوي طبعا طبعا طول ما ما باخسل فيه بصراحة بقدر ينزل كاف حاجات لانه بيكون مجمز يعني فهخسل برضو تاني وتالت وبعد كده هحط بقى شوية دقيق وبردو شوية خل واسيبوا بقى شوية وكمان بعد كده بقى هشتفق كويس جدا جدا من مية من الدقيق والخل وحطوهم كيب الشكل انتو شايفين ده في مصفة عشان لو فيه اي مية او اي حاجة تنزل بقى في الطبق اللي تحت المصفة هتطلع بقى السمك اللي عندي في الفريزر الجنبري والسمك اللي هو المكارونا والمورجين صراحة نبقى حاجة اسمها سمك مكارونا ببقى حلوة قوي قوي الجنبري برضو كان حلو جدا عملته بطريقة جميلة قوي قوي هتعجبكوا قوي وسهلة جدا مفيش فيها اي حاجة وعجبتهم يعني كلهم جدا فطريقتها بصراحة سهل قوي وبسيطة ده السمك اللي هو المورجين بس هتعجبهم بقى يفك وهعمل بقى دلوقتي قلطة السمك جبت طبعا كم علاقات توم بعد حسب الكمية اللي انت بتعمليها انا عاملة كمية يعني كبيرة فجبت كده كم علاقات توم وطبعا فلفل اللي هو الاحمر ده بأحمر حامي ده مش هارسة ولا اي حاجة ده فلفل الاحمر بس كده يعني معمول في الكبة ومتشال بس كده بشوية ملح وشوية زيت وخلاص وحط طبعا يعني ايه يعني انا عنده اساسي معايا في الخلط السمك وكركم والسمع بهارات والكمون وكزبرة بس تكاول ملح دول كده يعني حاجة كده اساسي معنا في بهارات السمك ببقى جميلة جدا واحلى ما بتجيبها جهزة بكتير هنا حطت شوية فلفل اسود بس انا اصلا ما بحطش فلفل اسود بصراحة في الخلط بس انا حطت شوية صغيرين يعني بس كده حلوة جدا جدا هاقلب بقى كل ده مع بعض كده وبعد كده بقى عصر بقى لمون فقط لغير مش هحط خل هحط بس لمون بحب قوي قوي لمون في السمك بحس نوع ببقى احلى كمان من الخل بكتير عصر بقى كده حوالي خمس ست لمونات يعني كده يعني بصتوا عايزاي بقى كده يعني الخلطة بتاعت السمك تكون معاك كده سيلة تبقى حلوة جدا جدا المومي بقى اللامون النهار ده كان رخيص كان بعشرة جنيه ما كان شغالي قوي جبت كيلو برضو انا في السوق هقلب بقى طبعا الخلطة الجميلة دي هشيل الاول كده شوية في طبق صغير عشان بحب قوي قوي احط من نفس الخلطة دي على التحينة والبابا غنوج والكلام ده كله تبقى حلوة جدا جدا طبعا عندي بقى السمك البولتن ديف متصفي فهو ده اللي انا هحشيل دلوقتي او هتبله وهسيبه عادي متبل مش هيحصل اي حاجة هاجي دلوقتي بقى كده على صنية السمك هعملها كمان واجهزها كانت حلوة حلوة جدا 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 لو عملت نفس الخطوات دي هتعجبك قوي قوي جبت جزرتين كاما بشرين هبشرهم او جزرة او اي حاجة ممكن جزرة عادي لان اخدت حبا من دول وحطته مع الصلطة ودلوقتي هاجيب بقى طبق تاني فيه خضار فلفل وبصل طبعا ده اساسي فيه بس حاولي كده حطي فلفل الوان بيد شكل حلوى قوي قوي هاجيب الاول الفلفل ده اللي هو الفلفل العادي مش الوان اللي هو الفلفل البلزي بتاعنا يعني اللي هو الرومي كانت جابة منه احمر وكانت جابة طبعا منه الاخدر الفلفل ده بقى غالي جدا جدا دلوقتي انا كنت جابة عشرين جنيه سمعت سمعت بصراحة انا ما اشترتوش ان هو دلوقتي معدي التلاتين جنيه تقريبا يعني فمش فاهمة في ايه حتى التماطب اللي هو ده في السوق كان بستاشر جنيه كانوا بيقولوا برضو انها وصلت لعشرين جنيه يعني فهي النهار ده يعتبر كترخصة شوية اه هنا بقى جبت البصل وهقطعه برضو كده زي شرايح كده مشتخينة قوي ولا رفياع قوي برضو بتبقى حلوة جدا جدا طبعا البصل الشرايح هوي عمتها بتبقى حلوة بالخضار يعني بس انا بصراحة ما بحبش احطه اقافيها بطاطس لان مش عارف عمري ما ياكل البطاطس دي بتاعتها والخضار ده بيبقى حلو بيدي ريحة وطعم حلو قوي هحط بقى كده الخضار كله في التوجب من تحت وشوية جزر مبشورين ومع لقتين بقى كده من خلطة السمك دي يعني كده اباهر بس كالخضار كده كده انا هحشي السمك بتاعي كله من نفس الخلطة بتاعت السمك اصلا الالوان اللي واحدة تفتح النفس هعصر بقى كده برضو حوالي خمس ستة لمونات في التوجن ده بيبقى بس اللمون ده اساسي طبعا في التوجن اكيد كلكم عارفينه وطبعا بقى اللي عندها تكات بقى كده معينة او اي حاجة كده بتحب تعملها عادي يعملي اللي انت عايزي والله العظيم طول ما انت بتعملي كده ونفسك راضية ومبسوطة وكل الكلام ده يعني انت مثلا حبة اللي انت بتعملي لهم هتلاقي نفسك بتعملي احلى حاجة هنا بقى الرصيت بعد كده بقى الصينية بعد ما تدبلتها وحطت عليها في الاخر كده من فوق شوية شريح لمون ايه وبرضو شوية خضر من اللي انا هتكونوا مقطعينوه مع بعض هاجب بقى انها كده عندي علبة والله هتبلها هحطها في العلبة ده السمك اللي هو المرجان طبعا اتغسلته كويس جدا ونقعته بنفس الطريقة يعني كله اتغسلت بنفس الطريقة ان انا غسلتها بيها هحشي بقى كله هو المكارونا وحطهم كده على بعض كلهم بقى لغاية لما اجي اقلي طبعا الكمية معايا كبيرة فانا بدأت قلية الساعة خمسة عايز اقول لكم ان الساعة خمسة وكنا يعني يعدبك على الفطار بالضبط احنا كنا بنحط الاكل والمغرب كان ازن خلاص وكل حاجة فالحمد الله يعني الحمد الله والروس دي كان استوى فربنا واقف معايا النهار ده يعني وكل حاجة خلص على الفطار بالضبط اتغن خلاص خلص معايا والسمك كله التبل كده مجهزة كل حاجة معايا حاجة بقى دلوقتي اعمل بقى البصل بتاعت الرز بصتو الكلام ده كله كان استعكت حوالي كده اربعة دلوقتي طبعا الطاج مش هقدر احطه يعني اعلم مثلا من اربعة ونص مش هستويه على النار الاول كانت فيه متابعة قبل كده قالتلي ما تستويش السمك على النار حطيه على طول في الفرن جربت بصراحة كان حلو جدا وكان احلى فعلا من المتجاز والنار الاول لا حطيه على طول فعلا في الفرن على طول هيطلع معاك حلو قوي حطيت بقى بتنجاني تشوي برضو عشان بابا غنوب بقى انتو عارفين ده سمك وحطيتك بصلتين حلوين انا بحب قوي البصل في الرز بس ما كانش كتير قوي ولا حاجة عايزة بقى يطلع بني جغمائي البصل جدا جدا مهمكيش حتى لو يعني غمق منك قوي ما تقلقيش فهو على قد ما بيتغمقي على قد ما بيتغمقي عقد ما بطلع الرز معاك يغمي وبعد كابا نزل بقى بالمية ونزل بشوية كمون ومالح والسبع بهارات برضو شوية كاة صغيرين مش هحط كثير وأول ما يغلي بقى المية زي بتبدأت انتتنزل الرز بتاعها بس تكده طريقة وصلها لاقوي وطعمه كان حلو جدا جدا انا ان شخص بشكر كثير اوي في الاكل بس والله فعلا فحلا كلهم كانوا بشكروا في الاكل وكانوا بيقولوا ان هو حلو اوي هنا بقى هاجيب الجنبري تمام انتم عارفين بقى بيكون لشنابات كده والرجول وكلام ده كله هشيل كل الكلام ده الاول وبعد كده هبدأ ان انا برضو انضافه من الكيس الرملي اللي هو بيكون في الدهار بس الاول اشيل بس الشنابات بتاعته دي عايزة اقولكوا الشنابات بتاعته دي لو ولادي شافوها ما كانوش هيدقوا الجنباري ده هيخافوا طبعا من شكله جبت كده مش خلة سينام بقى ما كانش عندي فجبت اللي هي بتاعت الشيش طوق وبرضه بتعدي كده 3 فتحات وتبدأت شلي الخط اللي هو الرمل ده بكل سهولة بتتشل معاك يعني بسرعة ما فيش فيها اي حاجة يعني مش حاجة صعبة أصد هتحط شوية ملح وقصدي دقيق ما حطتش بقى خلو لأي حاجة ده شوية دقيق كده وقلبتهم كده شوية مع بعض وهسيه برضو كده شوية نقع وبعد كده هخسله تاني واشتفه وصف فيه ونبدأ بقى نعمله مع بعض هجيب بقى عطاقين البتاع السمك هحط كده شوية مية لأول وبعد كده هجيب اللي هو الورق الأصدير وهقفله كويس قوي وادخله بقى الفرد بس الأول طبعا هحط شوية زيت كده دورة يلمعه بقى معايا السمكية وفي نفس الوقت طبعا بيدوها كده طعم حلو هقفل بقى كويس قوي قوي بالورق اللي هو الأصدير ده عشان برضو يستيقى أضمن ان هو يستيقى معايا بسرعة أهم حاجة بقى في عظمات رمضان ان انت تثبطي وقتك يعني أهم حاجة تثبطي الوقت بتاعك عشان مايجيش في الآخر وتتلاقي نفسك بقى محتاسة ومش عارفة تعملي ايه هنا البتنجان خلاص كانت شوية حطيته كده وحطيت عليه طحينة وحطيت طبعا عليه معلقة كبيرة من خلطة السمك اللي احنا كنا نعملها مع بعض حلوة قوي قوي وبتفرق جدا جدا قلبي كويس جدا بقى مع بعض طبعا ما بتحتاجش بقى تحطي لمون تاني ولا ملح ولا اي حاجة هو بيكون متابل وفي كل حاجة بتاعته قلبي بقى كويس قوي قوي مش بحطها بقى في الكبة ولا الكلام ده لا هي بالشوكة كده وبقلبه خلاص بحبه يعني يكون مش ناعم قوي يعني بابا غنوك قصلا مبقاش ناعم قول الدرجة مش زي التحينة يعني جبت بقى البولات دي اللي هحط فيها التحينة والبابا غنوك فهقسمهم كده على اربعة مثلا وبرده هعمل التحينة وهقسمها برضه على اربعة أطباق اللي بخلصوا من السلاطات او الحاجة زي كده بحطها على بره عطول عصطفرة هحط بقى شوية زيت كده على الوش بتاع بابا غنوك معشان ما حطتش فيه زيت اصلا خلص بس كده هبدأ بقى اعمل التحينة يا كمان التحينة سهل قوي وعملتها معاك كتير جدا جدا مش بحط بقى مية سخنة ولا الكلام ده لا مية عايزي خالص برده وابدأ اقلب كويس جدا جدا وبعد كده اول ما حست ان هي خلاص السمك بتاع الزبط بنزل بقى بالتوم بس طبعا لو انت بقى لسه هتبليه بتحطي توم وفلفل وملح وكمون بس لكن انا مثلا دلوقتي عندي خلطة السمك فمش حط اي حاجة من الكلام ده غير معلقة كده حلوة من خلطة السمك باللمون بتاعها بكل حاجة دي كده بتزبط عندي الدنيا بصراحة وبحس ان هي بتبقى جميلة جدا التحينة دي مع السمك بتيت دي كده طعم جميل هقلت برضو كويس اول حد مزبط السمك بتاعها وبعد كده احطها كمان في الاطباق واخرجهم برا كده على السفرة واجي بقى كده على الطاجن بتاع الجنبري ابدأ اعمله هو كمان عشان ادخل الفرن واخلص منه وابدأ بقى ان انا اقلق وساوي بقى الرز هنا قطعت بقى فلفل بصلايا كل ده شرايح يعني ومعلاقة التوم كده برضو احطها طريقته سهلة ومكوناته سهلة وبسيطة بس طعمه طحفة هيعجبت جدا جدا لو جربت الطريقة دي وحطي برضو اول بقى ما شمي جريحة التوم هنزل بمعلاقة صالصة بس الاول هحط برضو فلفل تاني هسك ان ريحته كده مش طالع قوي الفلفل بيبقى حلو قوي فهنزل بكمان واحد هحط لها بقى معلاقة صالصة اللي هي الجهزة والتوابل بتاعتنا بقى ملح وكمون محطتش اكتر من كده وممكن هحط شوية صعبة بس محطتش لأ انا كل اللي حطيته وكمون وملح بس بصوا التوابل فيه مش وكسبرة التوابل الكتير فيه مكتش حلوة يعني مكترش التوابل قوي فيه هو اصلا طعمه حلو جدا جدا خصة ان احنا عامنينه بقشرة القشرة اصلا فيه كل حاجة وفيه كل الفايدة وفيه الطعم اللي هو المسكر بتاع الجنباري كده فطعمه بجد حلو او بهرهم يعني عايز اقول لكم انهما كانوا معجبين جدا بيه فانا كنت فرحانة جدا استراحة الحمد الله فقلبت كل الكمية دي مع بعض زي ما انتم شايفين كده طبعا في زيت ما كدش حتى زبدة ولا اي حاجة اه وملح زبطت بقى الملح بتاعه وهنزل بقى بشوية مية واوين ما حس انه خلاص خد غلوة كده هقفل عليه وحطه في طواجن ودخله الفرن بس كده هغطيه واسويه بقى كده ايه يستوي مع نفسه انا في التواجد ده بقى كنت خلاص هسقي برضو يعني مش هسقي كنت برضو هعمل الرز ده خلاص وابدأ بقى ان انا اقلي السمك كنت مها وقفة معايا حاليا كده سلفيسي كانت بتعمل هي السلطة الخضرة بصوا بقى كده حطيت طست الزيت عشان ابدأ ان انا اقلي والناحية التانية كنت حطيت خلاص الرز اه وده بصوا خلاص كان اخد كده يعني خلاص دخل على سوى فانا بس بدخله بقى الفرن يعني ياخد كده وش وكمان برضو يكمل السوى بتاعه اه جي التواجد دي كنت جايبها بس مش عارفها وردها لكم الا في المشتريات لا كنت ما وردتها لكم اه تواجد كده صغيرة مش كبيرة قوي يعني جميلة جدا صراحة فانا اه الجنبري ده كان حوالي كده ونصف فانا استمت كده الجنبري ده على خمس اه تواجد قلت هي بقى احلى بكتير وبرضو كل واحد دي اكل كام التواجد اللي قدامه وخلاص على كده قليت بقى السمك وحطنا الاكل طبعا ما كملتش معاكم بقيت تصوير الاكل وانا بيتراست ولا الكلام ده لاني اصلا كنت جواه في المطبق لسه واللي كانت بتصور حاليا كده مونة اه اختي الجوزي ما كنتش انا اصلا فقلت لها بقى خرجي طب صوريك الاكل لتغيط لما انا خلص بقيت قليت السمك يعني حتى لو تلاحظوا السفرة لسه مكانش تحط فيها التوجن بتاع السمك اللي كان في الفرن ولا تحط فيها تواجد الجنبري فهي صورت كده بسرعة قبل بس ايه لاني كان خلاص المغرب كان بتقزن حاليا كده وكله طبعا كان موجود فكنا عايزين بقى نحط الاكل على طول عشان صايمين بقى وعايزين نحط الاكل يعني فبصت كده الاكل ترصت وطبعا كنت جايبة جرجيت بقى الصبح وانا في السوق وجبت طبعا بقدونس عشان بحب قوي قوي احط كده السمك على البقدونس ورصت لنا الاكل وده الرز الرز بص لونه جميل جدا كاللونه كده بني انا بحب قوي سمك الرز يكون غامق بيبقى احلى بكتير وطعبه بيبقى جامل قوي كده بصت بقى ده كده كان الاكل لسه بترص على السفرة فدلوقتي هنفرج بقى في الارض عشان طبعا احنا عيلة فما ينفعش هناك على السفرة خالص فاحنا قعدنا على الارض كلنا كلنا والاولاد هم القادة على السفرة الولاد اللي هم الصغيرين يعني والاولادنا بقى هم القعدوا فوق بصوا بقى كده فرشنا وقعدنا خلاص وكله كان وصل والتواجن يتحطت وتواجن الجنبري كانت تحفة عايز اقولكوا الطريقة دي سهلة وبسيطة ونفس الوقت تعمها حل وقوي قوي لو جربتوها مش تندموا يعني فترنا بقى وخلصنا والفتر كان حلو الحمد والله اهم حاجة ان هو عجب الناس فدي اهم حاجة عندي ماها طبعا بقى امت بالواجب دخلت بقى على المطبخ كده حطنا موعين كسير جدا في غسلت الاطباق وبرده طبعا كتعاوزوها فكان في موعين كسير فهي غسلت بصراحة الباقي وانا وقفت جنبها كده رصب بقى شوية حاجات وغسلت برضو البتو جايز ولما عدت حواليها الروخام برضو لازم اساعدها يعني ببسيب هاش كالواحدة وبصوا يا غسلت كل الموعين دي بصراحة والباقي كله زي ما قلت بك في غسلت الاطباق فخلصنا بقى وبعد كده قعدنا بقى عملنا كنافة كنت جايباها برضو من الصبح بحطها في الفريزر عشان لما تيجي نكسطريها او تيجي تعمليها تتعمل معاك بكل سهولة فعملناها كده بصمنا بلدي وحطيناها في الصواني واتبقى شوية كده فعملناهم في الصينية اللي هي الصغيرة دي هنا بصتمونا كتب تعمل الصغيرة وانا كتب اعمل الكبيرة انا طبعا قلبتها على الصينية كتليها كده حرف فطبعا الحرف بوزها بصراحة وانا بقلبها المهم طبعا دي لتلات حلوة جدا بصوا هنا كتب استكترة شواء الشربات بتاعي الكنافة فانا بقولها ان هو اول ما تبرد هتشرب كل الكلام ده ما تقلقش يعني هنا بقى خلاص كده هنخرج بقى بره كتبعا كنا عملنا برضو شاي وكنا بقى شربنا ببس وعايز اقولكم ان احنا كنا يعني اليوم كان جميل اوي اوي بس كان في حاجة كتير او مش عارف اصورها لكم عشان اه طبعا انا بقى اللي كنتم يعني معهم اكتر طبعا ما كون بقى مثلا نظيفة عند حد اقدر اصور براحتي لكن لما كون بقى في بيتي وناس عندي فمش بعرف اصور اوي الصراحة فبس طبعا قد ما قدرت صورت وبردو صورتلك اليوم كده كان اليوم جميل اوي اوي هنا برضو سقاتي كنافة بتاعتي وبردو من زكائي زكتها يعني سقاتها ويلسة في الصينية دي المفروض كنت قلتها لما كنت قلبتها في الصينية هنا معا لينا يعني كده كده الواحد ساعت بيكمة لغبة كيه مش عارف او بيعمل ايه بس بصراحة الدنيا مشت حلوة اوي اوي والحمد الله الحمد الله انا كنت فرحانة وهما كانوا فرحانين دي اهم حاجة يعني خرجنا بقى بره كل واحد بقى كده خد طبعا انا بصراحة بسيب بقى الصينية يعني كله بقى يقطع براحتهم يعني هما طبعا مش غور بي يعني بصوا الشاي كان خلاص اصلا خلصوه وقعدنا بقى كنا الكنافة كلنا من كتر حلوة الكنافة خدوا الصينية كلها على حجرهم يقطعهم منها براحتهم فقعدوا طبعا بقى بعد ما قطعنا طبعا يودنا كل واحد طبقه هما كنا بقطع حاليا كان للاولاد الصغيرين دخلنا بعد كده بقى حماتكت عايز تشرب بقهوة وجوزي وجوز مونة فدخلنا بقى نعمل كده قهوة ليهم مونة هي اللي عملتها بصراحة عملتها حلوة قوي قوي شكلها كده عجبني فقلت لها استانية ما صورت بقى انت بتعمليها لقيت الوش بتاعها كده حلوة انا عارفة ان في ناس كتير جدا بتعشق حاجة اسمها قهوة وانا من نوكو والله بحبها قوي فهي بصت بقى عملت 3 كبات قهوة بوش فتلعت حلوة جدا الصراحة خلاص كده بقى ده كان كده اخر الفيديو بتاعنا النهاردة يا بقى يا رب كده يكون عجبكو ورسين يكون عجبكو واستفدتوا منه باي حاجة حتى لو كانت بسيطة بس انا كنت حابة كده ان انا شارك معاكم اليوم ده ان كان يوم حلو جدا وكمان برضو لو انت لسه معزمتش بقى اهل جوزي قوة 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 عندك اي عزومة ممكن تاخد فكرة او اي حاجة طبعا السمك حلو جدا خلاص كل الناس يعتبر الزهقة بقى من اللحوم والمحاشي والكلام ده كله فكان السمك كان مطلوب جدا جدا يعني تغيير بقى بس كده ده كان الروتين فيارب كده عجبكو وشافكو ان شاء الله على خير في فيديو جديد وروتين جديد مع السلامة